السلام عليكم ايه يا رب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة فيديو جديد ولسه مكملين كده لرمضان و حاجات رمضان الجميلة المبهجة ان شاء الله فيديو النهاردة يكون فيديو حلو جدا لسيدة كده هتستمتعوا بجده تستمتعوا حاجات جميلة جدا جدا ونشوف كمان تنظيمها هيكون عامل ازاي لبتها اثناء رمضان وهيكون تحضيراتها الرمضان هتكون عاملة ازاي قد تكون ان احنا ممكن ناخد منها افكار ولو حاجات بسيطة ممكن تنطبقها في قلب بيتنا بحاجات بسيطة بس ما تنسوش دعمكم ليه باللايك عايزة لايقات كتيرة 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 ولو انت اول مرة بتشوف القناة عندي من خلال الفيديو ده اكيد تساعدني وجودك معايا غالية وتنور عائلتي الكبيرة وتكوني اختي من اخواتنا وتنضم ليه بالاشتراك واهم حاجة افعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد مني وطبعا بفرح جدا والله بي كومنتاتكم اللي بتفرحني ودايما دايما كده بتشجعني ان انا ازل لكم فيديوهات وكمان نستمر مع بعض في فيديوهات اكتر واكتر ان شاء الله ما تنسيش اللايك وكميل فيديو الاخر هيعجبك جدا ويلا بينا نشوف اول حاجة السيدة النهاردة اللي عملتها معينا هو تزيين البيت او تزيين الباب زي ما انتو شفتو جابت كده الطابلول حلوه اللي على الباب كده على شكل مسجد وبيه حطت فيه كنسول حطت جنب منه كده الفونيس اللي انتو شايفينها شكلها حلوه جدا وطبعا ما تنسوش ان الطابلول ده مكتوب عليه رمضان كريم علشان اي حد بقى ييجي عندها في قلب البيت يكون الشكل يكون حلو في نفس الوقت كمان لما ييجي يخرج يكون اه وهو بيفتح الباب كده يكون مكتوب على الباب رمضان كريم ودي لفتح حلوه وانا شخصيا في بيتي بعملها برضه هنيجي هنا اول حاجة بدأتلكو بيها هي المطبخ وطبعا كلنا المطبخ ده تقريبا بيبقى لعبتنا في رمضان كلنا بنكون قاعدين في قلب المطبخ بنعمل فيه بقى ترويقات تنظيفات الكلام ده كان قبل رمضان يعني ولكن بقى زي دلوقتي احنا في رمضان بنكون بنهتم بيه بقى يعني كمان بعض الفطار لما بنخلص البيت وكده اهم حاجة عندنا المطبخ عشان تاني يوم لما نخش فيه ونحضر الفطار يكون الدنيا نظيفة زي ما انتم شايفين هي بتقول ان هي في الكوفي كورنر عاملة فيه كده مكان للبلح ويه كمان حطة فيه الحاجات اللي هي بتستخدمها بحيث لما هي تخش المطبخ تاخد اي حاجة او تعمل قهوة او شيء او كده يكون فيه بلح سواء لها هي او لها ودي بيكون حاجة حلوة جدا علشان خطر اي حد يخش يعمل اي حاجة يكون البلح قدامي هنيجي بقى للدرج هنا كانت جايبة المنظمات دي فحبت ان هي تنظمها بصوا هو النهاردة المطبخ مفيش فيه حاجات كتيرة يعني طبعا انتم عارفين ان احنا خلاص احنا عملنا مطبخنا وزبطنا حلنا وكده ولكن برضو الامر ما بيستغناش يعني هو كل يوم بيبقى تنظيف وتنظيم مفيش حاجة مصوا مفيش سيدة كده في قلب بيتها ما بتروقش كل يوم ومش بتنظف كل يوم كل حاجة بنعملها كل يوم فلازم لازم ان احنا نتشجع مع بعض كده ونتشجع من بعض عجبتني جدا فكرة رمضان كريم اللي هي باللون الجلد دي حلوة جدا كشكل دكوري حلو في نفس الوقت الصينية اللي هي ملكها من المكسرات بقى واليميش بتاع رمضان برضو دي بتدي لفتة حلوة وفي نفس الوقت لها شكل شكل حلو وطل حلوة كده وكمان المنازيل هنيجي هنا بقى ليه ريسبشن برا وهنا ريسبشن حطت الشجرة دي هي كده عاملة بالريش وحطت من تحتها قطعة الفر وعجبتني فكرتها برضو معا الاتنين ترابيزة والديكورات بقى الرمضانية الجميلة اللي بتخليلك كده الدنيا فيها بهجة وبجد بجد بيكون كلنا يعني مبسوطين باجواء رمضان مين فينا يعني مش بيبقى مبسوط باجواء رمضان وبتعم رمضان بيكون حاجة حلوة او بصوا هنا بقى عايز اقول لكم ان دي خطفة قلبي بجد والله طبعا هنا المصحف طبعا انتو عارفين ان المصحف يعني في منهم منزلونهم جديد في الاسواق بيكون الكوفر بتاع المصحف من برا مغلفينه بقى بالقطيفة ومغلفينه بالقماش هنا عجبتني جدا فكرته التغليفة بتاعته حلوة جدا 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 هتشوفوها دلوقتي هتقرب لكم منها هشوفو بقى بجد يعني اكتر حاجة خطفة قلبي بجد يعني اه ما شاء الله ربنا رب نكتب لنا الخير يا رب كده ونختم الكرآن اه مرة واثنين في رمضان اللي هو ممكن اكتر كمان على قد ما نقدر يا رب نكتب لنا الخير والتوفيق من عند ربنا يا رب نكتب لنا طبعا كلنا كل يوم عندنا صفرة رمضانية كده هي بتقول بتكون حبة اه تحط اللون الزهري او الازرق لان هي جامعة ما بين الازرق او الزهري ده هتشوفو دلوقتي في الانتاري عندها اهو الريستبشن عندها مش الليفينج هتشوفو حاجات دلوقتي جديدة برضو هي عاملها فيها شايفين بقى اللون الجلد مع لون الازرق عايز اقول لكم ان هو طحفة بجد حاجة كده طحفة طحفة وهنا كمان كانت جايبة مرتبة جديدة ديت مرتبة كانت جايبها يعتبر في غرفة الضيوف فاحنا طبعا يعني نجيبتها لكم قبل كده كده كتير ان المكتبة دي سوري المرتبة دي بتكون جاية في كارتونة كده هي بتكون يعني مضغوطة واول ما بتتفتح عادي المرتبة بتبقى معاكي ثالثة كده زي ما انتوا شايفين زي اي مرتبة بتشتريها من بره عادي جدا بس الفرق ان هي بس بتبقى مضغوطة علشان طبعا المكان المكان او المساحة ما تاخدش مساحة كتيرة او كبيرة في قلب الكارتونة هنجي هنا بقى خلصت بروقت هنا السرير ورتبته ترتيب حلو كده ولو تلاحظوا هي حط فيه اللون الوردي او اللون البينك علشان خطر لو هي مثلا بتحضر لحاجات مثلا غرفة بناتي الضيوف اللي عندها يكونوا مثلا بنات او كده تكون برضو جمعالهم ما بين اللون البينك او اللون الوردي وطبعا دي استراحة او التسريحة بتاعة الغرفة هي مش مقفورة فيها ومش حط فيها حاجات كتيرة ودي الحاجات اللي لفتت انتباهي بصراحة ان هي مش يعني حط حاجات كتيرة انا مع الحاجات اللي بتبقى بسيطة جدا يعني بتبسط انا كمان والله كل ما بتبسطي من الدكورات والحاجة تكون بسيطة او هادية كل ما يكون المكان احلى واشيك هنيجي هنا بقى لغرفة الملابس بجد غرفة الملابس بتاعتها عجبتني جدا جدا لاني انا ممكن جبتها لكم قبل كده يعني كتير 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 غرف ملابس كتيرة ولكن غرفة الملابس دي عجبتني قد تكون يعني الدكور اللي هي حطها لقلب الفوض حلو جدا اي دكور هي بتحطه في قلب القوضة حلو يعني هشايفين حتى المشابك الدوني المسحوق حطك كده في الجرات بلون الجلد بجده عامل ماتشنج حلوة اوي اوي انا جبتلكم قبل كده ولكن المراضي هي كانت مغيرة فيه شوية من الدكورات عايشين طبعا زي ما قلتلكم ان احنا في رمضان فطبعا بيبقى بيكون في تغيير تاني عن الايام العادية هنيجي هنا للليفنج او للريسبشن مش عارفة والله ده ليفنج والريسبشن بس تقريبا كده ده ليفنج لان هو الريسبشن عندها باللون والوفايت وده هتشوفوه دلوقتي هو ده ليفنج هي حطة فيه كده زي ما انتشوفتوا طبعا عملت الكوشن باللون الجلد وبعد كده التربيزات بتاعتها او التربيزة بيكون تحضيرات بتاعتها تحضيرات رمضانية كده بتدي بصوا يعني طاقة حلوة اوي بجد حلوة اوي شايفين يا جماعة الجمال كل حاجة بتتكلم عن نفسها بجد والله طبعا تقمل الشاي طبعا هي بتقول ان هي لازم ان تكون محضرة كده عشان زي ما قلتلكو ضيوفها وكده تكون كل حاجة آآ متحضرة قدام منها ما يكونش فيه اي تعب هنا بقى زي ما قلتلكو ده الريسيبشن وهي ده تحضيرها كمان للريسيبشن حاجات بسيطة دكورات بسيطة زي ما قلتلكو ان هي بتجمع ما بين اللون الازرق او الزهري علشان خاطر يكون السفرة والريسيبشن يكون قصاد بعض بنفس اللون هنيجي هنا للطويلت برضو الطويلت دوت في الريسيبشن وهي برضو لو تلاحظوا تلاقوها الزكور اللي هي حطاها باللون آآ التركواز او الزهري بس هو ايه يعني مش زهري آآ غامق ولا حاجة هو داخل عن لون التركواز بس هي قلت برضو عشان ما تبعتش ما تبعتش عن الالوانات فكرة هنا حلوة جدا للمعطر عمل كده معطر من الجونسون او من زيت الجونسون بجد وبتحط فيه الاعواد اللي هي الخشبية عايز اقول لكم ان هو بيعمل ريحة حلوة جدا جدا وطاقة كده حلوة جدا خصوصا ان الريحة بتبقى فواحة جدا هنيجي بقى هنا لغرفة النوم بتاعتها غرفة النوم بسيطة برضو ما فيش فيها اي حاجة هي بس كترتيبة او كتنظيمة زي ما انتو شايفين كده بالشكل ده هترتبها وبعد كده هتحط الدكورات البسيطة اللي احنا متعودين عليها في كل فيديو من الدكورات اللي بديها تتبت خلينا برضو يعني نفسياتنا كده بتتفتح عن كل حاجة شايفين هنا التربيزة بتاعتها برضو ده شكل دكوري تاني تقدري بقى بالعصاير كمان بتاعتك لو ما فيش شاي او الكلام ده تقدر انك انت يعني تنظميها ترتبيها بشكل حالو حبيت ان انا اضف لكو برضو اللافتة الجميلة دي من التربيزات الصغيرة اللي هي بتكون في الركن الصغير او الركن البسيط لما يكون حد عندك ويه بتحطي له كده الحاجة عليها يعني تكون حاجات قريبة منه كمان هنا دي فكرة تانية كمان من التقديم او من الترتيب بالنسبة برضو ديكورات رمضان عندها برضو هي بصو هي عاملة اكتر من فكرة تقدر انك انت تاخد اي فكرة واتطبقيها عندك خصوصا ان السيدة اللي معينا هي سيدة مغربية واظن كده السيدات في الجزائر كمان بيكون الديكورات بتاعتهم نفس الوضع عايزاكوا تكتبولي تحت في الكومنتات كده ديكوراتكم بتكون عاملة ازاي خلص فيديو النهاردة شوفكم الفيديو الجاي واسابكوا فرعاية الله وحفظو